هلو طلاب نكمل الجزء الثاني هو صارن ثلاث اجزاء واحتمال اكثر لان المحاضرة بها تفاصيل كلش طويلة وشغلات مهمة فاحنا هسا هنجي ناخذ الجزء احنا اخذنا الكلاس بات اللي اصلا مصير حركة بالكيسات هسا شنو راح نجي ناخذ راح نجي ناخذ الكلاس بات ديزاين كلاس ديزاين انو صمم او كلاس بات تو اكوميديد دستال اكستنشن فاكشنال موفمت انو تقاوم للحركة اللي تصير بالدستال اكستنشن فاكشنال موفمت من يا هاي اللي تصير يا هيب يا كيسات بكلاس وان وكلاس تو طلاب نحن الشرح اللي شرحناه قبل شرحنا انو من يجيني ااني شنو يجيني يجيني للعيادة شخص عنده باويندد كلاس 3 هذا سن منا مثلا وسن منا عنده باويندد يعني سن لازم منا وست لازم منا بهالحالة استخدمنا الكلاس بات اللي ااني شرحتها اللي هي سيركيوم وفرنشيال اوكي ليش لانو هنانا بهاي الكيسات الحركة تكون كلش قليلة بس طلاب من انت يجيك للعيادة حجت شبير بالعمر وفاقد ليه فد اربع سنان خمسة سنان من ورق هس اعتبروا هاي كلها اسنان عندك هاي المنطقة مفقودة هذا دستال اكستنشن اوكي كلاس 2 دستال اكستنشن اهنان انت لو فرضا اجيت طبقت عليا نفس هاي القوانين اللي طبقتها وانطيت نفس الكلاس بات اللي حطيت الهيام اللي حطيتن للبيشنت ابو كلاس 3 وكلاس 4 هنانا حتكون مصيبة عظمى ليش حتكون مصيبة عظمى طلاب لانو احنا شنو اخذنا تذكرون انو احنا اخذنا بالفيزياء اخذنا عدة قوانين من ضمن هاي القوانين اللي اخذناها انو عدي اني 3 كلاسات 3 عتلات عتلة من النوع الاول عتلة من النوع الثاني عتلة من النوع الثالث اجوا العلماء قالوا انه يا بتاه هذيني لثلاثة عثلاثة ينطبقا بالبروس بقوانين لبروس من ضمن هاي لثلاثة عثلاثة رح اجي ااني اشوفكم شنو يعني لثلاثة عثلاث يعني من يجيك بيشن طلاب من اجاك بيشن للعيادة هذا البيشن عنده هاي اسنانة الاساسية ما للبيشن وهاي دستل اكستينشن اجيت ااني حطيت له هذا الدينشا لو انت اجيت استخدمت لهذا البيشن لو انت اجيت استخدمت لكلاسات نفس الكلاسات اللي استخدمتها للبيشن ابو كلاس 3 اللي كان هو باوندد سن منا وسن منا اجيت استخدمت للابو فري اند اللي منايا كل شي ماكو اوكي فقط منايا عنده اسنان فمثل ما قلت لكم هاي مصيبة ليش لان لو فاضا اجي طلاب اجدتي هسا قوة استلطت على هذا الدينشا من اجدتي هاي القوة اللي استلطت زيان اهنان الدينشا راح ينزل جوه راح يتحرك من ينزل الدينشا مننا هسا انت كل فعل ردة فعل نزل الدينشا مننا يا مين حيصعد حيصعد مننا يا الكلاسب حيصعد هذا يسمونه القلع البطيء او يسمونه الموت البطيء للسن كل ما ياكل البيشنت طلاب شوفوه كل ما ياكل البيشنت كل ما ينزل هذا من ينزل هذا يصعد هذا اذا تخيل انه انت البيشنت باليوم ياكل فد ستة سبعة فد مثلا ثلاث وجبات ياكل ياكل علش ياكل مزقول اي شي ياكل صح لو مو صح زين كل ما دا ياكل هذا دا ينزل وهذا دا يصعد هذا الكلاسب طلاب من دا يصعد مو دا يسحب السن الطبيعي ما للبيشنتو يالو لا دا يسحبه اذا شبيه دا يقلعه شوية شوية يعني وفترة تجي انه تلقي السن بحركة يتحرك تقول لها هيا هذا بعد ما يفي تشيله وقلعه شنو السبب السبب الديانشا هاي عتلة من النوع الاول اذا طلاب اهني شنو عندي عندي بالعتلات بهذا قانون العتلات عندي فال كرام وعندي رزيستانس وعندي افرد الافرد هو الذراع اللي تسلط علي القوة يسمونه اي يعني القوة اللي تسلط افرد هو جهد فالقوة اللي تسلط على الديانشا الفال كرام هو غيست اخذوها قاعدة ثابتة انا هذا الموضوع شارحت بالبايو ميكانيكل بس بما انه البايو ميكانيكل هي بالمحاضرات الاخيرة انا حرجع انا اعيدة هنا بس انا مفصلت بادقة تفصيل هسأاني شنو عندي عندي الفال كرام الأيف الأيف طلاب هو دائما الغيست غيست هو المركز المركز هو الثقل مال منه مالت مركز التركيز ماللت الدانشا كل يصير بنUNA زيان عندي الرزيستانس الرزيستانس اللي هو هذا طلاب منوع اللي هو الكلاس إذن شوفوا طلاب إحنا بقانون الفيزية هذا هذا قانون الفيزية ش دي يقولك دي يقولك عندك هنا فال كرام اللي هو هذا عندك هنا إفرد اللي هي قوة وعندك هنا وين اللي هو رزستانس جينا إحنا تعال جوي أهل البروس قالوا يا بهاي القاعدة تتطبق هنا عندك هذا إفرد عندك هذا فال كرام عندك هذا رزستانس هذي عتلة هما أصلا يعني هاي بالفيزية هي هاي عتلة من النوع الأول زيان النوع الثاني العتلة من النوع الثاني طلاب هاي بالفيزية هذا هو هذا الإفرد يعني القوة اللي إذا تسحب الدينشر هنانا هذا الفال كرام اللي هو منواء اللي هو رزست وهنانا عندك هو رزستانس أوكي أو عفوان لا بالعكس هذا هاي الغزستانس وهذي شنو الفال كرام من جينا إحنا طبقناها هناي وينه ش عندك؟ عندك هذا الإفرد يعني كأنما أنت دا تاكل علج أو كأنما بتأثير الجاذبية الدينشر دا ينزل لي جواك وقوة دا تسحبه لي جواه منو الفال كراماتك اللي هو رزست اللي حاطته هنايا منو غزستانس ماتك اللي هو الشنو؟ أغزستانس هو الكلاسب تمام؟ هس إذا أسألكم سؤال منو أفضل؟ الأفضل إحنا أنا عندي هي العتلة من النوع الثاني مو العتلة من النوع الأول إذن هسأاني من يجيني بيشنت ركزوا يا طلاب لأنه بعد ما بيعيد من يجي بيشنت للعيادة هو كلاس وان أوكي؟ وتجي أنت تستخدم للكلاسبات اللي أخذناها قبل شوية سلكم فرانشيال واللي بتجزء الأول والثاني فهذا شي كلش غلط ليش؟ لأن انت بهذا عملك دا تسلط قوة قوة قلع للأبات منتوث قوة قلع للسن بشكل بطيء بعد فترة حيجيك البيشنت يقول لك السن ننقلع وراح تصير حركة بالدينشة إذن شنو الحال طلاب؟ الحال إنه أنت من يجيك البيشنت وسوي لهيك تصميم فهذا شي غلط فراح تجي إنه أنت تحول العتلة من النوع الأول إلى عتلة من النوع الثاني شنو إحنا نحول العتلة من النوع الأول إلى عتلة من النوع الثاني ونلبس الدينشة للبيشنت أول شغلة نسويها أول شغلة شوف طلاب إحنا ليش نختارين كلاس وان وكلاس تو قبل هذا كل شي لأن كلاس وان وكلاس تو هو من النوع اللي يصير بيه حركة دائما إنه تسلط حركة شوفوا هسه هذه عتلة من النوع الأول تمام؟ فيرست كلاس وان فآني آني ش راح أجي أسوي هسه آني كطبيبة ش راح أجي أسوي للبيشنت يقول لك إنه عندي آني شغلت يعني توستيتي جريز فالستراجية إنه آني أستخدمها أوكي من خلالها أتخلص من العتلة من النوع الأول إذا آني تخلصت من العتلة من اللوع الأول فآني راح أتخلص من شنو ومن الحركة اللي يصير والبايشنت لابس الدينجر هاي وحدة ثانيا أتخلص إنه من قلعة السن بمرور الوقت هاي اثنيا فإذا طبقت هذين الشغلتين أول شغلة إنه أغير الفالكرام لوكيشن تمني قلت لكم هو من هو الفالكرام عندنا أحنا بلوبروس الفالكرام هو الريست الأكلوجة الريست فأول شغلة أنت تسويها كطبيب أسنان من تجيك حالة كلاس وان ومش تغليها بسيركيوم وفرنشيال كلاس بوغنق كلاس فأول شغلة أنت تسويها اتحول الموقع مال الفالكرام مش تجي تسوي شوفوا طلاب خلي أشغح لكم على هاي الصورة هل راحت عم تأكد نزلتها يعني لازم ألقيها دقائق هاي الصورة طلاب طلاب هزا آني عندي هذا إجاني إجاك بيشنت أكو دكتور مزوي له هي جيد تصميم هو كلاس كلاس توقعنا بروض باوغت أنت كا دكتور قلت يا بي أنه الاكلوجال لود دي قلك أنه آني من دي آكل الأكل من دي يجي الأكل هنا الاكلوجال لود يعني هذا دي ينزل من دي ينزل هذا الكلاس باللي حاط لياها هاي الحديدة هو هوا يحتي لك قل لك هاي الحديدة اللي حاط لياها الدكتور أو دي تصعد لي فوق دي تسحب السن وياها أنت هنا تجي تنزل التصميم و تشوفه باوعت على التصميم لقيت هذا التصميم عتلة من النوع الأول صح وهي يعني إذا بقت هاي كارثة رح تشلع سن البيشنت فإحنا هنا لازم نتدخل شو سوي أنت طلاب أول شغلة تيجي على الفالكرام الفالكرام هو غيست طلاب اللي هنا يا أول شغلة تسويها أنه تحول مكانة غيست شنية أول شغلة تسويها تحول مكانة غيست وين تخلي طلاب تخليه ميجيلي وين تخلي غيست غيست ينحط ميجيلي فإذن أول شغلة سويناها شنو غيّرنا مكانة غيست يعني غيّرنا مكان الفالكرام لاين أوكي وبعدين شنو نغيّر كذلك ونغيّر اللي هو منوة اللي هو اللي هو الكلاسب شوفوا طلاب شو سوينا هسه إحنا إحنا هسه هنا وين خالفنا القوانين شنية هاي القوانين القوانين اللي تقول إنه دائماً لازم غيست تنحط أكلوجيلي وقريبة على الإدينتشورس إحنا هنا نشو سوينا غيست شنوها حطيناها ميجيلي على مو بتنتخلص من العتلة من النوع الأول فأول قانون أو أول شغلة إحنا سويناها هاي الغيست حطيناها ميجيلي أوكي طلاب لهنانا أوكي بعد شنو راح نسوي شقاي اللي بعد غيره هسه هو أول شغلة قال لي غير الفالكرام لاين اللي هو غيست غيرنا حولنا مكانة بعد غير الريزيستنس آرم شوفوا طلاب الريزيستنس آرم هذا رزيستنس آرم هذا شوفوا إحنا قلنا رزيستنس آرم هو الكلاسب الكلاسب هذا ش سوينا لغيرنا وسويناه هذا يعني حولنا الكلاسب من سير كيومة فرنشية الكلاسب إلى بار الكلاسب هسه تقولوا لي ليش طلاب شوفوا هي نفس الشغلة من يجي أكله هنانا يصلط على هذي راح ينزل صح بس هذا من يرتفع ما يروح يرتفع على الأباتمنت ويطلع على حيتجي هيجي طلع من ينزل هذا هذا البار الكلاسب راح يروح بهاي جهة يعني ما حيروح على التوث وبالتالي ما راح يطلع التوث وياه إذن إحنا ش سوينا حولنا الريزيستنس اللي هو سير كيومة فرنشية الكلاسب هذا قدامكم ش حولنا حولنا إلى شنو إلى بار الكلاسب اللي هو هذا دفشوفوه قدامكم يعني ش غيرنا احنا غيرنا الريزيستنس فور إذن غيرنا موقع الرس خليناها ميجيالي أول شغلة سويناها موقع رس ميجيالي ثانياً غيرنا رزيستنس من سير كيومة فرنشيال إلى بار كلاسب بعد شنو راح نسوي الخطوة الثانية إنه آني أغير الأفكت lever by use of flexible arm الخطوة الثانية طلاب إنه آني بدل ما تشنت آني إذا مثلاً فشلت وما قدرت آني أستخدم بار كلاسب شنو الأسباب شرحتها بالمحاضرة أو بالجزء الأول الأسباب اللي مدخليني آني أستخدم هاذ النوعية البار كلاسب أوكي شوفوا طلاب الأسباب اللي مدخليني أستخدم هاي النوعية البار كلاسب لو فرضاً إنه هاي التشو الجوة أوكي لو فرضاً إنه هذا التشو اللي جوة شوفوا طلاب هسه عندي هذا هو البار كلاسب وهذا هو شنو التوث وهذا التشو لو شفت انه اكو فراغ بين البار وبين السن والتشو يعني اكو هذا الفراغ راح يجمع عكل يعني اني عندي اكسسف اندركات شوف طلاب هزا هطلع لكم الاكسسف اندركات لو فرضا اني شنو عندي عندي اكسسف اندركات راحت هواني من اريدها تروح خلنعي الطلاب لو فرضا عندي اني اكسسف اندركات هذي وينها هياتها شوفوا هذا هزا التوث هذا باندركات هزا هذا التوث هنا ما باندركات بس اذا تبعون على هذا السن باندركات هنا من نجي احنا نستخدم البار كلاسب هنا اوكي خلينا الكلاسب على سطح السن زين هاي الاندركات مو راح يطب يتجمع بها اكل مو راح انه تسوي لي اصيريشن مو راح يتجمع الاكل وبالتالي البايشنت انه راح يصير عنده تسوسه غيره وغيره وهو شغلات يعني فلهذا انه انه اني لو فرضا انه انه اني فشلت بالشرط الاول اللي هو شنو قال لي علي الشرط الاول الشرط الاول لو قال لي انه استخدم رزستانس غيره رزستانس ارم انه غيرته من السيركومو فرنشية للبار كلاسب وتتحقق عندك شرط انه البايشنت ها هي بعد ما يصير عنده اي مشاكل بس انت من جيت ستريد تسوي هاي الخطوة للبايشنت لقيت انه البايشنت عنده اكسسف اندركات بالتوث عنده انخفاض كلش قوي بالتوث ثم راح تجي تحط له تحط له البار كلاسب راح يصير اكو فرار بين التوث وبين البار كلاسب وراح يجمع الاكل فانت فيجرت بهذا الشرط الاول هذا الشرط الاول انت فيجرت به الشرط الثاني شنو الشرط الثاني قايلك قليل الافكت of liver by use of flexible arm انت شمستخدم انت منستخدم سيركومو فرنشية لكلاسب هذا سيركومو فرنشية لكلاسب مين مصنوع اذا اسألكم مصنوع من كروم كوبلت يعني ماده شنو ماده كلش صليبه كلش قويه معدن كلش قوي من يجي هذا المعدن وريد يسحب السن وياه اش راح يصير هذا الى قدرة او الى قابلية انه يسحب السن من مكانه لان كلش قوي فانت راح تجي هنانا ش تسوي تفكر كطبيب راح تجي تغير له بعد ما كان سوري طلاب بعد ما كان هذا الكلاس مصنوع من كروم كوبلت تغيره وتسوي مصنوع من روت واير منو هذا روت واير اللي انتو سنة استخدمتوه بالمختبر واللي سويته منه كلاس تستخدم هذا الكلاس بالبايشنت هذا حتى لو تصلت قوة والصير عتلة من النوع الاول ودياكل للبايشنت او نزل الدينشار وصعد من نايوينه هذا ما عنده قادرية هو فليكسبول كلش يطلع هو بس ما يقدر يسحب السنويا انت تبقي تبقي ريسفوركال ارم اللي موجود بالسيركوم الفرنشيال خليه رجد بس سوي لي ريتينت في ارم سوي ليها فليكسبول المين فليكسبول من الروت واير اذا الشغلة الثانية اللي انتو سويها لازم طلاب اللي انتو سويها وتقلل بيها تأثير العتلة من النوع الاول على سن البايشنت هي انو هذا السيركوم الفرنشيال اللي هو مصنوع من كروم كوبلت تتحوله وتتخليه مصنوع من الروت واير الروت واير هو مادة رأسا تنطعج بسرعة اوكي وكيفك انت تقدر تغير بيها وحتى لو تسلط عليها قوة ما يقدر يسحب السن لان هي فليكسبول مارينة فعندك انت شرطين على مود انو تتحقق الراحة للبيشنت وبدون ما يصر عنده مشاكل وتحول احنا طلاب ده اقول لكم انو احنا الهدف الاساسي مالتنا انو نحول هذا التصميم من عتلة من النوع الاول اللي هي كل شموذية للبيشنت الى عتلة من النوع الثاني ان شاء الله تكون وصلت الفكرة بس اعتقد انو وصلت اش راح نيجي هسه اول شاء الله راح يجي يشرح من واحدة وحدة اللي انا شرحتهن راح يقول لك انو اول شاء الله اغير الفول كرام لوكيشن يعني اغير موقع الرئيس موقع الرئيس بعد ما كان اكلو جالي راح اسويه ميجيال وبعد شاء اغير الريزيستنز ارم اللي هو الكلاس بدل ما كان سيرو كيومو فرانشيال كلاس شنو احوله احوله بار كلاس اوكي راح نيجي هناك وينا طلاب هاي النقطة اقترحت اكومبليش موفمت اكوميديشن باي تشينجن ذا فاكام لوكيشن اني اريد اقارم الحركة للصير انو بما انو هو ديستال اكستينشن ف افهم طلاب بما انو هو ديستال اكستينشن طلاب يعني منطقة اوكي ما كو منا اسنان فتوقع انو انت راح تصير حركة مية بالمية انت كطبيب واحنا كنا ما طول يجيك كلاس وان كلاس سول العيادة فانت دائما توقع انو صير عندك حركة فعلى مود اني اقاوم اكوميديشن اقاوم هاي الحركة ش راح اسوي اقترح انو انو تيجينج شنو تيجينج ذا فالكرام لوكيشن غير موقع غيس على مود تمنع الهارم فول تبينج او تتوكين او تتوكينج او بحيث انو منتصلت علي قوة مثل ما قلتلك طلع مثل ما قلتلكم انو منتصلت قوة على الدينجر منتجي هسا هنانا قوة هذا غيست وهذا كلاس اوكي وهذا دينجر منتجي قوة تصلت على الدينجر راح ينزل الدينجر ليجوه من ينزل ليجوه راح يختفع منا من يختفع فترة ورا فترة حيقوم يصعد السنويان يعني كل مدى يختفع هو كل مدى يسحب السنويان اوكي فهنانا اني شنو عندي عندي مشكلة صارت فافضل شي انو انت اول حل تسوي طلاب اذا تنقل هذا التصميم الى عتلة من النوع الثاني شون عندك هسا هذي وعندك سن من الريس بدل ما تشاني هنا تجيب تحط هنا هاي اول شغلة موقع غيست غيرنا عالمود ما يصر هارم فالتبينج او توقينج ما يسحب السنويان وعالمود امنع الموفمت اوف ديانشار اريد امنع عن الحركة انو ديانشار منت سلط علي قوة اوكي ما اريد ينزل ما اريد اصر بحركة لذلك هذا الكونسبت اللي هو يحتوي على الار باي الار بي اي وال الار بي اي طلاب الار بي اي وال الار بي اي نشن نفسه هذا النظام انو آني هذا الطلاب هسه انو استخدم بار كلاس وتستخدم بروكزي مال بليد وعندك انترست من نايوينه هذا النظام كل يسمونه ار بي اي وعندي نظام اخر نفسه بس انا غيرت البار هذاك يسمونه ار بي اي رح نشرح بعدين هذا النظام هو انو طلقوا لاسم اسمه ار بي هسه تشوفو هذا ار بي اي عندك هنان الريس حطيناها ميجيلي اوكي طلاب عندك منا بروكزي قعدناها وعندك هذا مينا هذا النظام شنو اسمه طلاب اسمه ار بي اي رح نجي نقر عن الار بي اي الار بي اي كلاسب هو عندك انت ريس وهاي ريس احنا قلنا على نتخلص من الحركة لتصير للبايشنط ابو كلاس وان وكلاس دو دائما لازم نخليها ميجيلي هاي اول الشغلة قلنا البي هي البروكزي مالبليت خلي اجي اشوفكم صورتها البروكزي مالبليت طلاب هذا كل شرح احنا هاي البروكزي مالبليت طلاب هو هذا النظام اسمه ار بي اي البروكزي مالبليت هاي شوفوها هاي ريس ميجيلي هذا ال اي بار او ال بار كلاسب وعندك هاي البروكزي مالبليت اللي تنحط هنا وتتصل بال دائما نظام ال ربي لازم يكون ب بروكزي مالبليت يعني بليته اوكي يعني عبارة عن قطعة من الحديد محطوطة على البروكزي مالبليت او على سطح البروكزي مالبليت هاي طلاب هسا اول حوحدة هي الاكلو جل ريس اللي قلنا دائما اللي محطوطة من جهة الدستال على البروكزي مالسير بزي زي الريست هي دائما ميجي للبروكزي مالبليت الاي بار هاي المجموعة كلها نسميها كلاس باسمبلي بيزي كالي يتكون من التالي هاي المجموعة تتكون من الريست دائما قلت لكم عندي ريست وانت نحط على البريمولر او الموقع مالد هيا اما على الميجي اكلوجل يعني بالاكلوجين من جهة الميجي المال البريمولر او احط ها ميجي لي بس شوية تجيبوها لنقو لي مال الكنين of the minor connector place it into the ميجي lingual embrasure شوفوا طلاب هاذا هي شي انو انت عندك ريست هاذي ريست اذا انت السن اللي تسوي التصميم علي بريمولر فهي تحط ها بالاكلوجين اذا كان لا والله مستخدم كنين فشوية تجيبها اللي جاي هنان meji lingual شوية اللي جاي تجيبها او كي بعد وعندك انو البروكزي ما البليت اللي متصل بال minor connector شوفوا طلاب هاي الرئيست اللي احنا حطيناها هاي المنطقة اللي بين السنين نسميها emberrager area اوكي اوكي بليس انتو دميجيو lingual emberrager بط نوت كونتاكتن the adjacent tooth هي صح تنحط طلاب شوفو هي هادي بدي شوفوها قدامكم صح محطوطة هنانا محطوطة بين الامberrager بس ما لاس قلزك بالتوث يعني ما مسلطة قوة على التوث هي بكل راحة محطوطة ليش ممسلطة قوة لان ما سوي ويجينج يعني قوة دفع تدفع هي سن وهي سن لا هي مجرد ما انو حاطيها بدون ما تسوي ضغط على منطقة الامberrager او على السن او 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 قاعد لبعد عندك الشي الثاني اللي هو guiding plane او distal guiding plane يعني البروكزيمال blade طلا من هي البروكزيمال blade خلي اشوفكم صورة انا شوفكم صورة هاي بس يعني هذي البروكزيمال blade وين من محطوطة هذي محطوطة على جهة distal surface اذا واحدة من جهة distal surface والريس صاير على الاكلوجال surface تمام هذي شقاي اللي عليها البروكزيمال او distal guiding plane هذي طلا بنفس هي شفناها من الوجيه مالتا هاي هي البليت اللي اسمها بروكزيمال blade تمتد من المارجنال ridge to the junction of the middle and gengival field من جايد ني جايد ني من ناية هاي المارجنال رج طلا فهي جاية من المارجنال رج وان واصلة واصلة الى التقاطع اللي صاير بين الميدل وال gengival third احنا قلنا انه انا قسمت التوث الى middle الى occlusion و middle و gengival third فهي صايرة بتقاطع الميدل وال gengival third مال الابات من توث احنا هاي جهة الدستال قبل ما نجي احنا نحط proximal blade طلاب شوفوا قبل ما اجي احط هاي proximal blade لازم احضر شوية اخذ شوية من السن يلا بعدين اجي اقعد هاي proximal blade على distal guiding plane distal guiding plane هو هذا طلاب اوكي وهذا mesial guiding plane هذا distal guiding plane فاني اجي بالبروك proximal blade واقعد ها على distal guiding plane هنا اوكي بعد شنو عندي عندي الباكول lingual width of the guiding plane determined by the proximal contour of the tooth عندك البعد ما للباكول lingual يعني هذا باكول طلاب وهذا lingual البعد ما لل guiding plane بين الباكول وال lingual احدد عن طريق ال proximal contact of the tooth احدد عن طريق انو هاي شقد ما اخذه contact و ي الت شقد م سوي contact اوكي يعني منا لهنا بعد the proximal blade essentially a wide minor connector هي عبارة عن minor connector عريض wide شوفوها هاي هاي ال proximal blade هاي عبارة عن minor connector بس عريض شوية اوكي located on the guiding plane عرف قلت لكم وين توقع توقع على distal surface of the guiding plane the plate تقريبا هي thick مالتها سمك مالتها 1 mm طلاب شوفو هاي البليتة السمك مالتها منا الهنا شكت منا الهنا هو واحد طلاب and joins the framework at the right angle وهي طلاب framework هي هادي هادي framework فهي تلتقي بالframe work عن طريق شنو right angle خلي اشوفكم framework خف ما تعرف ها شوفو طلاب هاي framework هادي فهي رح تلتقي بالframe work عن طريق right angle نجي على ال ibar conjunction with the minor connector supporting the rest provides the stabilizing and reciprocal aspect of the clasp assembly طلاب ال ibar هو شبي هو يصير ويال minor connector اللي مسوي supporting لل rest شوفو طلاب خطلع لكم الصورة مات هذا bar class طلاب هذا هذا bar class او ibar مسوي ويال minor connector اللي هو minor connector اللي رح ينطي شنو اللي رح ينطي support المن الhigher rest اللي موجود هنا وهو يعني شوفو طلاب هذا bar class مسوي conjection ويال minor connector متصل ويال minor connector شنو وضيفته هنا الbar class وضيفته هي انو شين طيني وضيفته ينطيني stabilization و retention وكذا حتى reciprocation يعني طلاب هو هذا النظام عمل تقريبا كمثل احراني مو قلت انو circumferential class be reciprocal arm وب retentive arm فهذا الbar class هو جزء اللي يسمونا retentive arm يعني جزء اللي ينطيني retention وينطيني stabilization ok فاش دايقولي دايقولي انو ينطيني stabilization and the sprocal aspect of the class assembly ok يعني ال eye bar وين يقع يقع بال gengival third ما لل buccal أو اللي شوف طلاب انا مو قلت لكم انو قسمت التوث الى incisal أو occlusion ويلى middle ويلى gengival فهذا الbar وين واقع واقع بجزء gengival اللي هو هذا gengival third ok of the abutment in 0.01 inch تقريبا 0.25 undercut يعني الاندرك اللي هو واقع به ش قيد شوف طلاب هذه هذا جاي متصل بال gengival third هنا طلاب من هنا متصل بهذا gengival third تقريبا 0.01 الاندرك اللي موجودة هنا اللي هو مسوي engage بيها the wood arm of eye bar should be tapered as it is terminus هاي كنا نعرفها انه اولا اول ما يجي الbar class يجي من نا وين طلاب يجي من نا ثق يعني سميك وبعد يضعف ليش من نا يعلم ويصير رجد لازم نصير بي صلابة ومن نا يا آني هاي النهاية شنو اريدها انا اريدها تصير فليكسبل فهو اول ما يجي يسوي tapered يعني ينحن ويصغر عند terminus عند النهاية اوكي 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 شوف طلاب هو صح كل صاعد هو كل صاعد بس انتو هاي سيد اتباعون اش قد متصل بالتوث هو كل صاعد مو 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 متصل بالتوث فقط 2 ملي مو اوكي اوكي تب كونتاكت ذا بات منت ثريتين تب كونتاكت ذا تب كونتاكت ذا ها كنا نعرف انه اولا هاي التب راح تتصل بالسن عن طريق الاندرك اللي صايرة جو ها ها شوف طلاب انه يعني شنو قصده يعني قصده انه هذي التب هاي النهاية ريتين تب تب النهاية الطرفية متصلة بالاندرك اللي موجودة هنان اللي صايرة هزا هو هذا الهايت اوف كونتور الاندرك اللي صايرة جو الهايت اوف كونتور هو متصل بيها اوكي يعني النهاية ريتين تب تب اللي هي هذي طلاب هذي النهاية متصلة بالاندرك اللي صايرة جو الهايت اوف كونتور this area of contacting along with the rest on the proximal contact تطين ب استيبلايزيشن طلاب هو النظام كله بشكل عام حيث تطين استيبلايزيشن من خلال الانسيركل يعني هو حاضن السن اوكي شوفوا شون حاضن السن شوفوا هاي الصورة هو شون سوي هو هذا النظام هس شوفوا شون طلاب هن شون مسوي encirclement يعني هس هذي انا عندي سير كيوم وفرانشيال حاضن السن هي هو صح حاضن السن بس بهاي الطريقة شوفوا مسوي encirclement حول السن هذا البار كلاسب the bend in the eye bar بي located على الاقل 3 ملي متر طلاب شوفوا هاي البند اللي صاير اهنان هذا الانحناء اوكي لازم يبعد عن الجنجيف المرجن هذي شكيد 3 ملي متر اوكي فهذا الانحناء البند ما لل eye bar لازم يبعد عن الجنجيف مرجن نهاية يعني نهاية الجنجيف لازم يبعد 3 ملي متر على الاقل هاي المسافة البرمين فور فود انتراب منت هذا ليش بعد تيجي لانه لو فرضا انه خلينا يم الجنجيف فحيروح يتجمع اكل بين وبين الجنجيف هذا شي كل ش يعني سوي لي مشاكل وبالتالي راح ينطيني لانقذ فور نسيس بل كلاس ومثل ما قلت لكم انه راح يساعدني بالفلي بالمرونة ما الكلاس يكون كاست يعني الكلاس بمين مصنعين مصنعين من كاست يعني شنو كاست يعني من معدن ودائما شوفوا طلاب هزا الهيط اوف كونتور احنان فهو هذا البار كلاس او الكلاس دائما لازم يقع جو الهيط اوف كونتور بلو دا هايت اوف كونتور اذا على الكنين الاي بار لازم يقع بالميجيوب باكال اندر كات اند رسبو كي تد دا ايراكت باي بروك زي مال بلاي تشوفوا طلاب اذا اني استخدمت الكنين اريد اني اسوى علي يعني الدين شا ف اول شغلة انه هاي لازم تنحط ميجيوب كال هنا و هنه ولازم انه رسبو كي شن من يجيها يعني الذراع الاخر هسا هذي زين رسبو كال وين هي هذي البلايت لازم يجيها من البلايت اللي موجودة هنا اوكي بعد الهوريزنطل بورشن اوف دا بروتش مو ار مص بي لوكيتد على الاقل اربعة من الجنجايف المارجن and even فاردر اف شوف طلاب هذي مثل ما قلت لكم توها هذي الهوريزنطل الابروتش لازم يبعد عن الجنجايف المارجن اربعة مليمتر او اكثر فاردر يعني كيفك بس اهم شي بعد لان انا ما ريد اقارب على الجنجايف المارجن هاي طلاب البار تايب كلاس باسيمبولي صراحة انه هي نفس المعلومات الحيشيتها ومحدد لك اماكن على الصور فانتو الافضل يعني ما ريد اضيع فيها وقت المحاضرة لان يصير كل طويل ما اعتقد انه الدكاتر يجيبون بها الا اذا دكاترتكم كانوا من النوع اللي يخبث فكده هيجيب منعتها بس يعني انتو قلوها واذا ما يعني عدكم فتشي بها انه قولولي انا اشرح لكم او انا شرحت كل اصلا شوفوا طلاب هنا يقول لك باوى على هاي الصورة عندك ثلاث اماكن لانه وين تحط البار كلاس بهنان وهنان وهنان انا افضل موقع الي او افضل انه احط البار كلاس من جهة الدستو من الدستو بكر سي اغفز هنا يعني طلاب يعني هذا افضل شي يقول لي بعد يقول انه البار كلاس ارم جايني من الدين شر فريم وك او المتال بايز and approaches the retentive undercut from the gengival direction شوف طلاب انه هو من يجيني البار كلاس هذا هزا تشوف هذا نفسه هذا التصميم الثاني ما للبار كلاس هو من جايني هو جايني من الدين شر هاي الفريم وك فجايني هو من الفريم وصاعد او من المتال بايز وين شمس وبعد وصاعد خلي نوضح اكثر على هذي الصورة شي يقول انه البار كلاس جايني من الدين شر فريم وك اللي هي هذي او من المتال بايز سواء اذا حطينا قطعة من الأكريل فوق هالما ويوصل وين يروح يوصل لل الت اللي هي هذي يعني يوصل على الجنجفر ويصعد يوصل لل الت اللي هي او الت اللي موجود هنان هذا من هو هذا هو البار كلاس زين دائما البار كلاس سابوا علي عدة اشكال طلاب مثلا اللي هو ت كلاس شوفوا اريتين تفتب ماتا صارت مثل الت اللي هي هاي او مثل ال ا كلاس او مثل الس كلاس او ال ا كلاس او ال ي كلاس ال اس كلاس فسووا علي عدة اشكال او كي هاي الاشكال انا الافضل بها هو ال i بار افضل واحد انا افضل هذا طلاب افضل هذا بسبب انه الشيب هذا بيولوجي و ميكاني كالي صاون يعني مقبول وسليم سواء بيولوجي او ميكاني يعني اذا انا عندي كونترا انديكيشن لل بار كلاس فلازم انا احول على نوع ثاني او تصميم ثاني اسمه ربي اي شنو هاي الكونترا انديكيشن اللي تمنع لاستخدام البار كلاس انا اريد اعرف ها شنو هاي الكونترا انديكيشن اولا اذا كان عندك بالتوث ديب سربيكال اندرك طلاب اذا عندك انت شنو ديب سربيكال اندرك يعني عندك هذا التوث هاي انا طلاب او كي بس شوفوا هذا التوث بس كانت هنا السربيكال يعني من جهة السربيكال هو التوث اكلوجل وميدل وسربيكال او جنجائبات صح لو مصح فاذا كانت اكو اندرك اهنان من جهة السربيكال شوفوا طلاب لو اني عندي اندرك اهنان هذي من راح اجي اني استخدم بارك لاس راح يجي يقعد هنا صح لو مصح شرح يبقى هذا الفرار بين التوث وبين البارك لاس هذا الفرار يجمع فود ترابد يعني حيسوي لك تجمع للطعام وحيزوي لك مشاكل اذا شوفوا طلاب اي نزلت لكم صورته لو فرضا انه انه عندي عندي اندرك تشو او صورته ضاعت بس يلا انا شرحت لكم يعني لو فرضا هسه هذي راح اخذها من من منظور ثاني انه هذا السن كانت بي اندرك قوية من نايوين جيت انا قعدت هذا البار فهنانا يمنع استخدام البار كلاس بعد شنو اللي يمنع لي اذا كان عندك شنو سيفير اوكي طلاب اذا كان عندك سيفير سوفت تشو او بوني اندرك هسه المرة انت عندك اندرك بس مو بالسن طلاب وين صاير هسه هذا السن طبيعي وين صاير الاندرك بالتشو بالجنج هيتش او فنفس الشغلة هم راح يجي بهاي الاندرك اللي موجودة بالسوفت تشو هم راح يجمع طعام وهم راح يصير امبينج منت اوكي بعد انسوفيشنط فيستبيول ديبث اذا كان انت عندك انسوفيشنط فيستبيول ديبث يعني من اتباوع بحلق البيشنط راح تشوف العمق اللي صاير بالفيستبيول كنا احنا نعوذ فيستبيول من المرحلة الثانية شوف طلاب هسا قلنا انو احنا اذا كان عندك هسا اول شي يمنع الاستخدام البار كلاس انو اذا كان عندك سوفيكال اندرك اللي هي هذي تمنع استخدام البار كلاس اذا كان عندك سوف تشو اندرك هم ما تقدر انت تستخدم البار كلاس اذا تباوع بحلق البايشن شفت انو الدبث هذا طلاب هذا الدبث من التوخر شوف العمق انو اذا كان غير كافي على انو انت تحط بار كلاس فبهل حالة انو تمنع استخدام البار كلاس ليش لانو البار كلاس شوف طلاب هذا البار كلاس البار كلاس راح يجي منا من فوق عمق كافي انت ميصير تحط بار كلاس ليش هنا شنو المشكلة بسبب ش داي يقول لي بسبب because this reduced the advantages of the language اولا انا ما طول انو عندي عمق قليل فرح اقلل الطول مالة الدراع مال هذا البار كلاس اللي يصعد عال سن انا راح اقلل هذا الطول مات واذا قل الطول مات اش راح يصير made the clasp too close to the gingival margin بحيث شوفوا طلاب هسا هذا الطوث هذا السن وهذه هي الجنجبة اذا هذا العمق قليل فاني البار كلاس راح احط اهنان وراح اقلل العمق مات اذا انا حطيت اهن راح يصير قريب كلش على الجنجبة اوكي اذا صار قريب كلش على المارجونال الجنجبة القريبة من السن فاهنان مشكلة يعني تقريبا واحد thickness of the approach اهنان راح يأذي اني اني مشكلتي الاساسية وشغلتي الاولانية انه امنع وصول شنو شوف طلاب لو فرضا انه هذا العمق مال الفيستبيول من اتباعو بحلق الفيشنت لقيت هذا قليل فانش راح اجي هذا البار كلاس بدل ما انه كان هنا منطقة عميقة راح اصعد واخلي هنا وراح يصعد فراح يصير قريب كلش من الجنجبة المارجن اللي هي هاي دا شوفوها اذا صار فحي سوي امبينجمن وراح يجمع اكو طعام هناك بالجنجبة ليش لان شنو قلت قلت انو لازم على الاقل بين المارجنال جنجايفل وبين هاذ شقيت 3 او 4 الى 3 مليمتر فهم في جنجايفل والثيكن السمال البار كلاس لازم يكون 1 مليمتر او كي طلت هيا تهو اكاتب الكياها هنان كاتب لان شنو ردت منك ثلاثة اربعة الى ثلاثة لازم البعد ولازم الثيكنس يعني السمك مات البار كلاس لازم يكون 1 مليمتر مثلا لو فاضا انو انت عندك الفرينال اتاجمنت ما للبيشنط كلش باغزة طالعة كلش هواية هاي شوف هاذي الفرينال اتاجمنت هذي كلش هواية فانت متقدر هنا تستخدم بار كلاس اذا اجاك بايشنط وشفت انو هاية مات كلش فرينال اتاجمنت ايريا صايرة هيتش برونان ست فهاي يمنع استخدامها بعد اكسس باكل او لنقوال تلت يعني من يجيك انو اباتمنت هذي وش صاير بي صاير بي تلت يعني ميلان طلاب هيتش او هيتش وميلان كلش قوي يعني هزا هذا السن ميل هل قد فهنان انت ما تقدر ميل لنقوال باتجاه اللنقوال يعني جو على اللسان باتجاه اللسان ميل فهنان يمنع استخدامه شوف الاكسس باكل او اللنقوال تلت اذا ميل السن اذا ميل باتجاه اللسان او مثلا اذا طالع باتجاه اللس حي الميلان فهنان يمنع انه انت تستخدم بار كلاس ليش لو فرضا انه هو رايح باتجاه اللسان واجه يعني هاي تفاصيل وحدة بس انه انت اذا عندك ميلان باتجاه اللسان يعني داخل اللي يجو لنقوال السن ما اللي يجو او طالع ما اللي قدام على الشفة يعني غلط تستخدم بار كلاس وحتى اذا تريد تجي تحاول هما راح تقدر هاي الكونترا انديكيشن فبحالة انه اذا عندك هذني الخمس نقاط جوك بيشنتية اعتم هذني الخمس نقاط او اعتم نقطة من هذني الخمس نقاط انت ما راح تقدر تستخدم بار كلاس زين هنا انت النوع الاول لو ما فشلت فشلت طبعا انه النوع الاول اللي قال انه تحول سيركيوم وفرنش يال كلاس الى شنو الى بار كلاس انت بعد مت يقدر تستخدم بار كلاس قال لك العلماء قال او يا باي ليش حايرين احنا صنعنا لكم نظام جديد اوكي اذا انت مت يقدر تستخدم بار كلاس هذا النظام يقول يا طلاب نفس نظام الار بي باستثناء شنو نفس النظام بالضبط باستثناء شم سوي هو ومو كان البار كلاس شوف طلاب نفس النظام من ناية وينه وعندك بليته من ناية بس شم سوي هو مستخدم لك الاجر كلاس الاجر كلاس او يعني مو كان الاي بار شوف طلاب عندك ريست من ناية ومو كان ما انه هنا يستخدم بار كلاس بيجا استخدم لك اقر كلاس هو نفس السيركيوم الفرنش بس مو ثنينات لا بس واحدة من اعتن استخدم طلاب هذا هو نظام البر كلاس انه من ناية الريست ومن اش اجا استخدم لك استخدم لك اقر كلاس الاي هو اختصار للا يعني نظام كل نفس الشي بس بما انه بما بدال ما يستخدم لك البر كلاس اللي هو هذا شال لك البر كلاس لان انت عندك موانع ما تخلي تستخدم البر كلاس قال لك بس تخدم اقر كلاس بي هذا النظام فسموه ربي اي هذا نفس الشي هذا هم يخلصنا من الحركة اوكي يقول لك هذا الكلاس باسيمبلي هو يشبه الار بي اي باستثناء انه متكون من ميجيال اكلوجيال ريس متكون من بروكزي مال بلاي باستثناء انه ارود واير سيركيوم فرانش اقر از يوز ان استيت با اي بار يعني استخدم سيركيوم فرانش يال كلاس اللي هو اقر كلاس بدلا عن الاي بار لان انت عندك موانع من عتك تستخدم الاي بار زين هذا الكلاس بينشأ من الجاني من الجاني وين ينتهي بالميجيو باكال اندرك شوف طلاب من جاني جاني من الجاني من ال وين حين تهي التيرمنال تب النهاية الطرفية تنتهي بال باكال اندرك هنا عندك اندرك هنا فهو يستخدم بيها يعني بما انه اذا عندك واحدة من هذن الموانع الخمسة طلاب انت ما تقدر تستخدم بار كلاس تستخدم ال RPI شن يقول لك يقول لك عندك انواع اخرى من ال بار كلاس يعني صنعون انواع اخرى للبار كلاس اللي هي من هي اسمها انفراب كلاس يعني الكلاس طالع من جو انفراب كلاس ما اعتقد انو حاولت القي لكم صور عن بس ما لقيت بس يعني جبت لكم كم صورة هذا طلاب شوفوا هذا البار كلاس انفراب كلاس طالع لك من جو من ناية اوكي فيسمونا انفراب كلاس من جو من جو البار هذا احنا مو قلنا طلاب انو عني شنو عندي عندي هاي البار القمة شبيرة من السن فوق ها اذا اجي من فوق ها يسمى سوبراب اذا اجي من جو يسمى انفراب فهذا الكلاس طالع لك من من جو يعني من انفراب فيسمونا انفراب اوكي خلنجي نقرأ عن هذا الانفراب اللي هو هذا شفو طلاب هذا هو الانفراب من جهة اللينجو وال هي شكل اوكي ومن جهة البكال هذا فقط هذا طالع لي من جو شبيه هذا شدي يقول لي عليا يقول design so the bar arises from the border of the entire base هذا صمموه انو البار من تطلع لك البار class بمن يطلع لك يطلع لك من جو denture base اوكي هسا هذي مو denture base الوردية شوفوها عليكم قدامكم قال لك انو صمموها بحيث اني طلعت البار class بمن من denture base اوكي اما extension of cast base او من attached to border of يعني يا اما من cast base يعني هو دا يقول لك يا اما اجتني من الحديدة المحطوطة على denture area اوكي يا اما من هذه base البيز الوردية او من الحديدة اللي صايرة جو هاي البيز اوكي هو يطلع لي المشأ مات يطلع لي من اي وين باحد اش دا يقول لي على الانفراب يقول لي انو made more than the usual bar class هذا يكون بالعادة flexible اكثر مارين اكثر من الbar class هو قلنا انو احنا طالع لي من الرزن او من دين شربيز من جو فهذا يكون شوية اكثر flexible من الbar class العادي نجي على ال advantages مات هذا عدة شنية هاي advantages اول شغلة انو inter proximal location الموقع مات وين يصير يصير inter proximal which may be used to aesthetic advantages دائما اذا انت محتاج جمالية لبيش انت من النوع اللي ايجا قال لك يا اريد جمالية وعندك متوفر الصفات اللي تخليك انو تستخدم infrabulch عمود ال aesthetic زيادة ال يعني بدون اصلا ما يؤذي ال apartment هو رح ينطيك retention رح ينطيك ثباتية لل danger okey list chains of accidental distortion ما يصير بي distortion ما يصير بيتشوه يعني مثلا يوقع وينكسر او غيره او غيره ما يصير بي هاي الحوادث قليلة from its proximity to the denture border ليش لانه هو كلش قريب على حدود الدenture لانه هو اصلا مين طالع طالعلي من الدenture base طالعلي من نايا فقليلة يصير بي حوادث طلاب شوف طالعلي منا قليلة يصير بي distortion minimize the effect of the liver by using a flexible arm احنا شويني هنا انا طلاب انا مو قلت لكم انو انا من فشلة انو انا استخدم bar class مو قلت لكم اول شغل صدين قلت عندك نقطين النقطة الاولى انو احنا نحول موقع fall keram location ونغير resistance انو نحوله من sericum differential الى شنو الى الى bar class زين انا انت فشل النوع الاول ليش فشل النقطة الاولى لانو اولا طلعت لي موانع ما تخليني انا استخدم bar class زين بهالحالة شو راح اسوي انا انتقل للنقطة الثانية النقطة الثانية قالك انو انت تقلل ال effect ما لل liver تقلل القوة والحركة اللي يصير على الدينتر انو تستخدم rot wire retentive r يعني هذا هذا طلاب بديششوفو قدامكم ما للإنفرابالج شون يكون يكون عبارة عن rot wire هذا يكون عبارة عن rot wire يعني هذا نفس rot wire اللي اشتغلتو انتو السنة بال بالمختبر نفس هذا rot wire اللي سويتو من class زين combination class هذا هم شنو يقول لك هذا another strategy to reduce the effect of class one liver and distal extension situation نفس الشي طلاب انو انت ذات هي تتقلل التأثير ما للعتلة من النوع الاول اللي هي هذي انو انت عندك سن من نا وينه وعندك هذا دينتر اوكي وخليت رئيست هنان وهاي class serecom experiential class منتو صلت قوة هنان هذا الدينتر راح ينزل هذا الclass راح يصعد من يريد يصعد يطلع من مكانه يسحب السنوية هذا النظام يسمونه عتلة من النوع الاول انتو درت تتقلل هذا الشي اوكي اختر اول كمو شنو class جديد use a flexible component in resistance قل لك يا به هذا اللي انت جنت مستخدمه هذا هذا طلاب هذا اللي انت جنت مستخدمه بدل ما هو كان مصنوع هو نفس نظام سير كيوم وفرنشية لكلاس طلاب نفس سير كيوم وفرنشية الرئيست مننا روس فروك مننا وريتين تف مننا قل لك هذا ريتين تف بدل ما انت كلش قوية وتأذد السن ومن تطلع تشلع السن وياها انت شنو انت حول الى مادة كلش بحيث حتى لو تريد تطلع متأذد اللي هي روت وائر اللي نفس اشتغلتو انتو السنة سويتو مننا كلاس اوكي هاي المادة متأذد هو هذا النظام هو نفس سير كلاس بالضبط ما يختلف بدل ما انو صنعة انت بالمختبر من من كروم كوبلت مادة معدنية رجد كل شمالتها عالية صنعة من روت وائر سمو كومبنيشن كلاس يعني هم جمعوا شوف هو احنا ال رس بروكل عفوان شوف طلاب هو رس بروكل شبيه رس بروكل آر بقع على حطة رجد تي مصنوع من كروم كوبلت بس اش سوا هو قال لك بس ريتنت فقام حوال الى روت وائر يعني هو خلط سوا كومبنيشن بين السيركيوم وفرنشيل وبين روت وائر فسمو كومبنيشن كومبنيشن روت وائر كومبنيشن كلاس اوكي هاي هاي الستي ستراتيجي انبول تو ان كومبنيشن كلاس يتكون من روت وائر يكون يا اما راويند ويكون تي برض 18 قيج بلاتينيوم غول بلاديوم اللوي او كرومونيوم كوبلت اللوي روت وائر يعني هو القيج مات السمك مات او العرض مات هذا روت وائر يكون تقريبا 18 قيج اما يكون من القول بلاديوم بس روت وائر يعني يعني فليكس بوليتي بيه سيركيومو فرنشيال لكلاسب وبعد عندك كاسر سبروكال لكلاسب عر عندك سبروكال لكلاسب عر بس جزء سبروكال ما مصنع من روت وائر لا مصنع من كاست يعني مادة معدنية كلش قوية مو روت وائر اللي روت وائر نفس الكلاسب اللي سويتو انتو السنة هو وصح مثل السيركيومو فرنشيال بات مي بي يوز ان منار اوف ذا بار وتقدر انتو تستخدمي كبار كذلك جاي نيج نجايبال من الدين شربيز يعني انتو هذا الاريتين تفقان طلاب اللي انتو سويته هسه من روت وائر شوف طلاب القيج ماتش قدي هنانا القيج مات 18 تقريبا ويكون راو ماندد اوكي يعني هو انت ذكروني ازئلكم صورة عن الاريت بس انتو اشتغلتو سريع يعني اكيد تعرفونا سويتو كلاسب للبار شير دي انشاء اوكي فشنو يقولك يقولك انو هذا روت وائر انت هم تقدر تستخدم كلاسب بالسيركيومو فرنشيال وهم تقدر تصنع من عند بار كلاسب وقلنا احنا مين مصنع ريت انت مات مصنع من اغط وائر بحث شنو يقولي يقولي يعني رسبروكال ارم هو هم تقدر انت تستخدم كبار كلاسب ارم نجو الطلاب هسه كيف في شكل عام انو انت هذا تصميم هو نفس التصميم شنو نفس تصميم تصميم الكمبينيشن هو نفس السيركيو مفرنشيل اللي اخذت اول واحد بالمحاضرة الدعش هي هاي المحاضرة بس شنو هنا انا قال لك انا سويت علي تعديل سويت اكمبينيشن يعني بدل ما كان اثنين المصنعات من كاست كروم كوبلت سويت اثنين اثنين واحد مصنع من شنو من روت روت يعني مو كاست مادة معدنية طغية بها فلكسبولتي وسويت الجزء الثاني الضراع الثاني سويت من كاست كرومونيوم يعني مادة كلش بها وجدتي فسمينا كومبينيشن شنو الادبانتج مال هذا الكلاسب اول شغلة بي فلكسبولتي ثاني شغلة اقدر اعدله انو الكلاسب السنة اللي سويتو طلاب مو الاستاتيك ابيلانس ينطيكم مظهر هذا مقارنة بالأذى ريتينتف سوكيوما فرانشيال كلاسب هذا ينطيكم مظهر حلو يقلل التوث سيرف سكفر هو هذا يعني كلش صغير ثمونتعش والقيج مات الودث مات والعرض مات ثمونتعش حتى لو ياخذ هواية من السن ملطقة ما راح نحسب انه هو مغطة هواية من السن يعني ما يغطة هواية بسبب لان هو متصل بالتوث بعد يعني طلاب شوفوا انه هو يقول لك شنو يعني يعني هو صح متصل بس خط صغيروني مو مثل ذاك هاي المنطقة كلها مغطية التوث لا هو كلاين يعني يغط التوث كلاين فلذلك ما ياخذ منطقة هواية من السن لتلايك لي اكارنس اوف فاتيك فيلر ما يصير بي فاتيك فيلر طلاب يعني ما يتعب او يتعقج او يصير بي التشرف يعني ورا فترة شنو الدز ادفانتج زمات اول شغلة انه هو يعني فتشي خارجي او اضافي بالتصنيع مو بالمختبر خصوصا اذا انت استخدمت هاي المادة اللي هي هاي فيوزنج عالية الانصحار اللي هي كرومونيوم اللوي يعني الباشنط من دي يطلع ويطبي هو يقدر يسوي لدستورد يقدر يشوه اذا كيرلس هاندلين يعني كيرلس هاندلين ما يعوف يتعامل وياه هي يجر قوي لبس قوي مدوش شنو يعقج به فهنان مشكلة بسبب انو انت راح تحني بايدك هذا الكلاس بان روت واير اقدر احني بايد ايدي لذلك هو قليل يصير به ادابت للتوث يعني ما راح يلتسق التساغ كلش كامل بالسن راح تباوع من بعيد تشوف انو اكو فرار بين وبين السن وكلكم السنة انتو شفتو هذا لذلك راح ينطيني للستيبلايزيشن في السوبرا بالج بورشن فبالسوبرا بالج اهنان لستيبلايزيشن ماتة مننا حيكون قليل شوية بهاي المنطقة باحتمال اذا مثلا البيشن اخذ اكل فشي قوي جو زايا مدوش شنو هذي كلها راح احتمال انو سويل تشوه وبالتالي نوت انجيش لتوث ما راح يحضن السن ما راح يسوي لانجيش للاندركات فراح يفقد وظيفته باعطاء السيبلايزيشن والريتنشن وين استخدم الانديكيشن ماتة شوكيت وين ماكزم فلكسبوليتي اس ديزيغيبول ساتش ازوان اذا بات من توث اجيسن تو ديستال اكستيشن من انت اجدتك حالة وتريد محتاج بها فلكسبوليتي كلش عالية يعني مرونة كلش عالية مثل الاباتمنت اللي صير على ستش از اون ذا اباتمنت توث اجيسن تو ديستال اكستيشن بايز يعني مثلا هزا عندك هاي ديستال اكستيشن بايز طلاب وهذا توث هنانا اذا انت محتاج الهاي الكيس مادتك او انذا فقط عندك انت ميجيال اندرك هنا تقدر توصلها عن طريقة روت واير يعني شنو طلاب هزا تقولون احنا منعدنا اذا هي ميجيال اندرك احنا نقدر نستخدم زير كم فرنش يال ذاك ليش نستخدم روت واير كومبينيشن روت واير انا اقول لكم انتو تقدرون عاني شنو الشرط اللي استخدمت اول ما قلت لكم بالمحاضرة بداية المحاضرة الشرط انو احنا نستخدم سير كيوم وفرنش يال كلاس اذا كان عندك باون د توث يعني سن منا وسن منا يعني اذا كانت الحالات اللي احنا جايتنا للعيادة ما يصير حركة اثناء الوظيفة ما للدينتر بها الحالة انت ديقدر تستخدم سير كيوم وفرنش عندك اندرك ميجيلي توصل لها ومن الدينتر يقعد وكذلك عندك اندرك توصل لها بس هنا الحالة اللي اعرضها عليك وتستخدم بها كومبينيش كلاسب شنية هاي الحالة هاي الحالة انه ما كو سن هنان يعني هاي خلفية صايرة بالبوستيريار بالاسنان البوستيريار كلها رايحة فما عندك سن من نايوين هذا ملغي لذلك وعندك الان درك صايرة ميجيلي فانت هنان تفكر كدكتور اني رح استخدم السير كومبينيش بس رح اسوي لتعديل انه استخدم هذا استخدم روت واير بدل ما كان هو كاست ليش بدل ما كان كاست لانه كاست معدن قوي من الصير حركة بالدين شار من نايوين رح يطلع ورح يسحب الدين شاوية بس روت واير ما عند هاي الوظيفة يعني ما يقدر يسحب الدين شار لان هو كل ش او اذا مثلا انت عندك يعني الاباتمنت اللي انت تشد علي الدين شار ضعيف كل هذا السن بموبول احتمال يوقع فانت منت قدر تستخدم لذاك السير كيوم وفرنشيال كلاس اللي انه لانه اذا هو ويك وضعيف ويتحرك فاقل حرك صير بالدين شار الكلاس هذاك السير كيوم روتوائر اللي هو كومبينيشن كلاس الروتوائر ما عنده قدرة انه يسحب السن او اذا عندك large تشو undercut contra indication اذا عندك large تشو undercut يعني undercut بتشو كل شبيرة وما اقدر اني استخدم البار كلاس فراح اجي استخدم الكومبينيشن كلاس it may be used for adjustability when the precise retentive requirement يعني انه انت من تجي تريد تعدل ومحتاج انه retentive محتاج انه تعدل جزء retentive are unpredictable and later adjustment to increase or decrease retention يعني انت دا تقول انه انا احتمال انه انا احتاج اعدل ازيد retention يعني السنة طلاب احنا الدنشارات اللي اشتغلناها كلها استخدمنا بيها روتوائر فروتوائر من يجي مثلا الpatient ورا فترة ورا سبوع يقول لك يا با انا صح البس بس مني اريد اطلع مجلب بالسن ما يطلع زين هاي عندك retention كلش قوي فانت بهالحال ش سوي يقول يا با اعدل لك retention شوية ارخي فمن راح ارخي انا ش راح يصير هذا من ارخي شوية عادل patient يقول يا با هس تمام عن اذا البس اطلع بكيف بدون ما اكون مقاومة قوية الي اوكي فهذا اللي يخلي تستخدم combination clasp when aesthetic requirement over cast clasp ياب انت اذا استخدم cast clasp هذا المصنوع من الكرومون يوم الصلب انت من يضحك patient هو thickness مال تكل شو وراح يبين فهنان لا بس بينما اذا انت مستخدم root wire root wire شايفين اش قد صغير وني اوكي فحتى لو يضحك patient حتى لو بين مو هل قد فال aesthetic يعني اذا انت تريد جمالية اكثر لل patient مات استخدم root wire ليش لان root wire round and light is reflected in such manner يعني من يصلط علي رح ينعكس الضوة من يصلط على هذا المعدن ما root wire مثل البيش تلابس clasp دين و هذا clasp مات root wire من يصلط الضوة علي رح ينعكس الضوة ما الشمس ما الغرخ واي شي وكيف هاي تطيني جمالية اكثر انصاش manner disiplase metal less noticeable يعني احنا داي يقول انه عرض المتل disiplase ما الت المتل ما يبين كل شو هاي less noticeable اقل انه ما اللاحظة كل شو هاي than border of the cast clasp يعني مو مثل cast clasp القديم يعني ما لل circular differential يقول لك الاختلافات بالانواع من cast circular differential clasp may be used in combination with bar clasp يمكن انه انت تقدر تستخدم combination عبارة عن bar clasp may be made either flexible or rigid reciprocal in any combination as long as retentive clasp is opposite by rigid reciprocal clasp يعني القصد انه انت تقدر تستخدم circular differential bar وتقدر تسويهن من مادة flexible وتقدر تسويهن من مادة cast يعني وجود اتمالتها عالية على مد تحصل على retentive class r ويقاب لك شنو انت تستخدم هذا من ايوان هو شنو ال flexible مادة اللي هو road wire ومن انت تسوي من cast clasp اللي هو جدي مادة كلش عالية اوكي